كيراً قبل ما أطلع فاصل مبارح كنا الحمد لله كلمنا على أرعة دور الأبطال والكونفيدرالية وإن حضراتكم أن يوم الخميس الساعة 2 الضهر هتتعامل أرعة مسابقات الأنديالي لمسم الجديد 2024 و2025 النهاردة كده ومن حوالي ساعة وتأكيداً للخبر اللي كنا أعلننا عنه بالأمس الاتحاد الإفريقي يعلن أن غداً الخميس سيتم بإجراء مراسم أرعة دور الأبطال والكونفيدرالية بس طبعاً إحنا قلنا الساعة 2 لكنها تبقى الساعة 3 معلش علينا إحنا الساعة دي فالأرعة بكرة هتكون الساعة 3 بتوقيت القاهرة برضو تأكيداً اللي إحنا قلناه في تفاصيل الخبر قال لك 59 نادي بيشاركوا في دور الأبطال وده إحنا كنا قلناهم بارح وبالتالي تم إعفاء خمس أندية فقط من الدور التمييد الأول الأهلي والترجي ومامولي دي سانداونز ومازينبي وبيترو أتلوتكو دي لواندا الأنجولي دول اللي تم إعفاءهم وبالتالي في 54 نادي هيلعبوا الدور التمييد الأول عشان يتأهل 27 نادي تضيف على يوم الخمسة نبدأ بقى دور الـ 32 اللي هو الدور التمييد الثاني براميدز هيلعب دور التمييد أول وعنده مباريات في شهر 80 وقبل يوم 27 الجاري لازم يقدم القيمة الإفريقية رغم أن القيد المحلي مغلق في مصر وبالتالي وارد جدا بعد ما يتم إعلان الموعيد بقرة والقرعة بقرة ونعرف مين هيقابل مين الاتحاد والربط هيعلنوا تأجيل نهاية الدوري لموعد آخر بدلا من المعادل اللي كان متفق عليه يوم 18-8 هل ممكن يستنى يشوفوا ماتش الأهل وبيراميدز الـ 2-12-22 هيصفر عن إيه؟ فياخدوا قرار فيما بعد؟ ده اللي هنشوفه في الساعات اللي جاية ولكن تأكيدا اللي احنا قلناه الحمد لله القرعة بكرة بكافة التفاصيل اللي احنا شرحناها إمبارا برضو حاجة أخيرة ربطة الأندية كانت تبعت الخطاب لأستاذ القاهرة بتطالب بس تأجيل غلق الملعب لفترة معينة لغاية نهاية الدور لأن الأستاذ كان بعت للربطة خطاب وقال له أنا عايز بس يعني إيه؟ أخد الملعب سيانة من 26-7 لـ 8-8 ولكن الربطة النهاردة من الخطاب اللي قدامنا على الشاشة هودا الخطاب ده مبعوط مبارح 9-7 مبعوط من الربطة للهيئة العامة لأستاذ القاهرة الدور يبنوا لهم بس يعني نصبروا عن إيه لغاية 18-8 نخلص الدوري وبعا كده إيفلوا الملعب زي منتوا عايزين عموما هنشوف اللي يحصل للفترة الجاية ومباراة الأهل وبرامج زي كده إن شاء الله يوم الجمعة على أستاذ القاهرة دي كانت أبرز الموضوعات اللي معنا النهاردة وزي ما وعدتكم تفاصيل وكواليس وأخبار مهمة جدا في حلقة ختام الأسبوع